وصلت الحكومة عقد لقاءاتها للتحاور مع ممثليها القطاع الخاص حول أولويات عملها للعاملين المقبلين وما تحتاجها للعامين المقبلين وما تحتاجها القطاعات الاقتصادية من دعم في هذه المرحلة الحكومة التقت مجلس إدارة وأعضاء منتدى الاستراتيجيات الأردني حيث أكد وزير التخطيط وتعاون الدولي ناصر الشريدي على ضرورة تركيز الجهود على إعادة الاقتصاد الوطني إلى المسار المطلوب ومواجهة تحديات ارتفاع معدل البطالة وتباطؤ النمو وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر المشاركون أكدوا أهمية تطبيق أولويات الحكومة للتعافي الاقتصادي وأعطاء الهمية لقطاعات واعدة كالصناعات الغذائية والدوائية والتركيز على بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية عبر التركيز على الاستثمار وإنفاذ القوانين المرتبطة به والشراكة مع القطاع الخاص بشكل متوازن